هذا أمامكم أعزائي كتاب الدرء تعارض العقل والنقل للشيخ ابن تيمية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم الجزء الأول صفحة 131 أعزائي صفحة 131 والطبعات الأخرى الجزء الأول صفحة 87 يقول التفتوا جيدا يقول وإما أن يريد به ما أحدهما قطعي فالقطعي هو المقدم مطلقا إذا صار قطعي فهو ماذا مقدم عقليا كان أو نقليا إذن لا تقولون بأنه دائما يقدم السن ماذا على العقل يقول لا أنا أدور مدار القطعي والظني فما كان قطعيا يقدم على ماذا على الظني هس هذا القطعي كانك عقلا أو نقلا أو نقلا إذن من قال لكم أنه لا يقدم العقل ثم يوضح يقول أنه يقال لا نسلم إنحصاره إذ من الممكن التفتوا جيدا إذ من الممكن أن يقدم العقلي تارة والسمعي أخرى في التعرض عندما يتعارضان يعني العقل قال أليف والناقل قال ماذا بأ أيهما نقدم وتعارض هو بهذا الكلام يعني أفرغ الكثير من الأحاديث أيضا طبعا لعمل عن لماذا وهو قعد ويلتزم بها الرجل إذن أعزائي المنهج الذي يتبع ابن تيمية إذن لا يأتيني متداخل ويقول أنت بدأت تدخل منتجات العقل والقواعد العقلية وابن تيمية لا يحتكم إلى القواعد العقلية لا عزيزي أبدا هذه من الاشتباهات الشائعة هذه من عدم علم بعض المتصدين يتصورون أن العقل لا دور له لا لا عزيزي ابن تيمية من أهم الشخصيات العلمية ومن الأعلام يقولون نحن ندور مدار ماذا القطعي فكل ما كان قطعيا يقدم على الظن سواء كان عقليا أو كان ماذا نقليا التفتوا إذ من الممكن أن يقال يقدم العقل تارة والسمعي أخرى فأيهما كان قطعيا قدما بغض النظر عن قونه عقل ثم